نعود مجددا إلى مرسلنا الشفاء سعد ينضم علينا من لندن الشفاء أهلا بك إذن بريطانيا على موعد مهم يوم الثلاثاء بدء عمليات التطعيم بلقاح مضاد لفيروس كورونا كيف تبدو الاستعدادات لهذا اليوم؟ ثمانية ألف لقاح ستكون جاهزة للتطعيم يوم الثلاثاء المقبل اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا وسيكون أول من يتلقى اللقاح هو أحد العاملين في هيئة الخدمات الطبية البريطانية وسيعمل بدوره بعد ذلك على تطعيم آخرين ضد هذا الفيروس ستكون الفئة الأولى التي ستتلقى اللقاح هي فئة المقيمين في دور رعاية المسنين باعتبار أن هؤلاء هم الأكثر عرضة للخطر لأن عمرهم تتجاوز ربما التسعين وربما في بعض الأحيان المائة عام هؤلاء كانوا هم الأكثر من سقطوا جراء الفيروس في الموجة الأولى في مطلع العام الحالي تقريبا في شهر مارس وأبريل الماضي لابد أن نشير أيضا إلى أن الحكومة البريطانية وضعت جدولا لأولئك الذين سيتلقون التطعيم أولا المقيمون بدور الرعاية العاملون في هيئة الخدمات الطبية ثم العاملون في الصفوف الأمامية خاصة سائقوا الحفلات والعاملون في الشرطة وربما العاملون أيضا في المواصلات العامة ثم بعد ذلك سيكون الدور وربما في نفس التوقيت سيكون الدور على أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة تجعلهم أكثر عرضة للخطر كالمصابين مثلا بالسرطان أو غيره من الأمراض بعده سيكون الدور على كبار السن من من يتجاوزون الستين والسبعين بعد ذلك سيأتي دور باقي المواطنين بشكل عام لكن هناك فئتين لن تخضعها للتطعيم هم النساء الحوامل وأيضا الأطفال أقل من 16 عام نعم شكرا لك مرسلنا أشرف سعد كان معنا من لندن